مساء الخير اهلا بحضراتكم. النهاردة فيديو سريع عايز اتكلم فيه عن او ميسنج ديتا باترنز وازاي نعمل اكسبلورينج بالباترنز وفميسنج ديتا. اه وهنستخدم النهاردة ليبراري اه مايس. عندي داتا ساتس اللي هي كومبليت داتا سات اللي هي فيها اتنين وحشين وخمس عشر وعايزين نشوف اللايبراري مايس هتتعامل معاها ازاي? اه دي كلها دامي داتا طبعا لغاية آآ آآ واتنين وعشرين زي ما احنا شايفين ودي ميسنج داتا سات هيبقى فيها آآ شوية آآ محطوطين آآ بالشكل حالاتكم شايفين. آآ علشان تعرف ميسنج ديتا ده آآ موجود ولكن النهاردة بالذات هنتكلم عن الباترن بتاع الميسنج ديتا. الباترن بتاع ميسنج ديتا هنشوف الطريقتين. الطريقة اولانية ان احنا بنبص على الجدول لكن الطريقة الفيجول ان احنا بنستخدم البلوت اللي موجود آآ في فانكشن ام دي آآ باترن زي ما هنشوف بعد شوية. خلينا نبص على آآ آآ ديتا لو آآ عملت لود للايبراري مايس يعني واستخدمت فانكشن ام دي باترن او ام دي دوت باترن او ميسنج ديتا دوت باترن والارجيونس اللي بتحط عندي هي الداتا سيت وآآ بقوله آآ هو البروت بيبقى ترو باي ديفول فنبقوله بفولس. آآ بيقول لي انه آآ وهنفهم الارقام اللي موجودة دي معناها ايه آآ بس هتبقى اوضح لو رنهالكو على الميسنج ديتا سيت. طيب علشان اتأكد ان انا آآ انا ممكن آآ اشوف آآ بفونكشن ايس دوت اين اي وحط فيها الكمبليت ديتا. هيديني منظر ده. طبعا هو ايس دوت اين ايه فا آآ لما يقول لي فولس يبقى دي ما هياش اين ايه. آآ فهتلاقي ان كل الداتا سيت بفولس. وبالتالي لو انا حولتها تعرفين الفولس بزيرو فلو قبت له اجمع لي المجموع بتاعهم سببوزل دي لو الداتا سيت دي ما فيهاش اي مفروض يبقى المجموع بكم? يبقى المجموع بمزبوط بصفر. تمام? فانا عدد الوقتي السم بتاع الان ايس آآ آآ بصفر عشان انا ما عنديش اي ديتا دي اللي هي بيديني القطة دي وبيقول لي طيب خلينا بص على الميسنج ديتا هستخدم نفس الفانكشن آآ ام دي باترن برضو ميسنج ديتا وبلوت بفولس وهديني المنظر ده ايه الارقام دي وايه الارقام دي وايه الارقام دي وايه الواحد والزيرو طيب دلوقتي دي بتاعتي واحد معناها ان ما فيش ان هو يعني وزيرو يعني تمام? زيرو دي اللي هو آآ الصم او المجموع بتاع الميسنج ديتا فانا هو ما فيش آآ ميسنج ديتا خالص آآ زيرو ميسنج يعني في كام سطر بقى في الداتابيز عندي او في الداتابيز عندي في كام سطر آآ كل كومبليت في تمانين يبقى الرقم اللي على الشمال ده عدد السطور او عدد الروز اللي بتطابق الشرط ده اللي هو زيرو ميسنج هنا في اتنين ميسنج اللي هو وفاريابل اربعة وخمسة فهو بيقول ان في رو واحد فاريابل اربعة وخمسة ميسنج وممكن نبص في الكلام ده لو فتحنا الميسنج ديتا بيز احنا بندور على رو في اربعة وخمسة ميسنج فلو قلبنا كده هنلاقي ان بالفعل في رو واحد اربعة وخمسة ميسنج بقى ازا وي برضو بكويك لو انا لقيت ان فيه سطر واحد فيه فاريابل اتنين وتلاتة ميسنج فتعالوا نتأكد من الجدول اللي تحت اتنين وتلاتة ميسنج اتنين وتلاتة بس ميسنج في سطر واحد بس يبقى انه فيه اتنين ميسنج اللي هم اتنين وتلاتة سطر واحد بس بالمنظر ده فيه اربعة وخمسة ميسنج دول اتنين في سطر واحد بس بالمنزر ده. في حداشر سطر او حداشر رو فيهم الفاليو ستة واربعة وخمسة هو ليه مرتبهم كده مرتبهم حسب ففي حداشر سطر فيهم تلاتة اني تلاتة اللي هما اربعة وخمسة وستة. حداشر سطر حداشر رو بالمنزر ده. فلو بصينا هنا هنلاقي فعلا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. تمام? يبقى انا عندي حداشر رو فيهم تلاتة انا تلاتة اربعة وخمسة وستة. نفس الكلام عندي سطر واحد بس في الفاليوز من واحد لستة في ستة ميسنج فاليوز. حبا وان رو في ستة ميسنج فاليوز. اللي هو انهي رو اللي هو ده. ده كله ميسنج. ايه التلاتة اربعين دي جات من اين? هقول لكم جات من اين? زيرو باضربها في تمانية. اتنين في واحد باتنين. تلاتة في احداشر بتلاتة وتلاتين. تلاتة وتلاتين واتنين يبقى خمسة وتلاتين. خمسة وتلاتين. واتنين في واحد باتنين. خمسة وتلاتين واتنين يبقى سبعة وتلاتين. يبقى سبعة وتلاتين وستة. يبقى ازا ده طب ايه المنزر ده? ايه ده? ايه التلاتاشر اللي في الخمسة? ده معناها ان فيه تلاتاشر في الكولم رقم خمسة. وتلاتاشر في الكولم رقم اربعة واتناشر في كولم رقم ستة. ممكن نتأكد برضو. هادي كولم رقم ستة مفروض يقف فيه اتناشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. تمام? آآ عندي فيه اتنين اهوم طبعا انا يعني عامل بس احنا في العادي مش هنعد انا بس بوريكم عشان نعرف نقرأ الزاي في اتنين وهكذا بس انا كنت هنا ممكن برضو لو انت عايز تتأكد قلنا ان في وان آآ ميسنج وده الدليل في تو ميسنج عادي تو ميسنج فيه اتنين ميسنج فيه تلاتاشر وفايف فيه تلاتاشر وفايف سكس فيه اتناشر فالمفروض نلاقي دلوقتي بيه تلاتاشر وتلاتاشر واتناشر طيب آآ آآ والمجموع قلنا المجموع بتاع تلاتة واربعين فاحنا لو قلنا له وورين اللي عندك ما هم يعني وهياخد رقم واحد يعني موجودة هتاخد زيرو لو جمعناهم على بعض هيديني تلاتة واربعين اللي هو التوتل نمبر اف اه 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 زي ما احنا شايفين اه ده نفس التابل ده بس احيانا بيبقى آآ كبير فبيطغوا على بعض لما الاسماء بتبقى كبيرة فبيدي زي كلاود كده اس وتفوق في هزي الحالة مش دي الحالة هنا يعني لكن لو الحالة دي قبلتك بنعمل ايه بتقوم عامل بتستخدم الارجومنت اللي اسمه فهيديك وضع افضل شوية آآ لو الاسماء دي بتاعت الفالي بس تبقى آآ يعني عدد كبير من الكاركترس آآ اتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم وشكرا بكم